موسيقى المشكلة التي لديها لديها شكاية بأستاذة محامية دينا وليد الله يرحمه توفّلنا بحديثة سير في 1985 المحكمة البتدائية والسنافية حكمونا بمبالغ نأخذهم سنويا كانت الويد الله يرحمه هي المسؤولة قصيرة في هذه المدة أخذنا مبالغ قليلا عندما يتبهت ذلك عندما يتبهت المدة لم يتبهت المحامية لتصل بها لتفاجئة تدعي بأن المحامية تدعي بأن المحامية في المحكمة وعندما يتبهت السيدة المحامية أرسل لي مبلغ مالي لكي نفتح المحامية من جديد لكي نطالبوا لكم حقوق لكم وعندما يتبهت لا يمكن أن نعطيه لكي نعطيه لكي نعطيه لكي نعطيه لكي نعطيه لكي نعطيه أجد الرجلًا للشهر مقررًا من المحكمة قامنا بالنائب المحترم الوكّل جالة المالك جئة لإخطي الأستداء شماله جلسة خلية عمر شهر 65-2015 قامنا بلة فعلها جلسة خلية لكي نستمع الأقوى لها لما تداعي عليها ويقولنا الله يزازك بخير نشكرك على ذلك ومشاهدت المدى سيدي وكانت من مدينة مراقشة إلى الدار بيدا لكي نرى مجرد الشيكاية المقدمة للسيد الوكيل الجالة المالك تنتفاجئ بأنهم تدروا عدة جلسات وهي تتمتانع الحضور والاستجابة للبحث الذي أمر به السيد الوكيل الجالة المالك الذي يرسلون للنقيم المحامين بحث في هذه الشيكاية لم أتواصلت معها تنطلب أخي المستحقات لكي نعيش بكرمه لأن الوضعية هي الشيكاية وذلك لا أعطي تدخل خاص بعد وفاة الوالدين لا أعطي شيء ساكن فيه والوضعية يعلم بها الله تعالى كما ترى الصورة يرى لا حوله ولا قوتي إلا بالله نريد هذا لكي نعيش بكرمه لا أعطي شيء لكي لا نمضي شيء الدين هذا الأمر ليس نقولوا بأنه يمكنك تقصير المالك لا حصل الاستقبال بدون نفاق ونقلنا أي شيء استقبلونا كما ينبغي ورحبونا وقلونا وكل شيء لكن في الأخرى مني تفاجأت بأن الملف للتحفظ لسبب ما بين نائب الوكيل جلالة الماليك ونقيب الهيئة المحامين دربي ده